طيب التور واضح عندي حاجة واضح ان انت بتمر بازمة اهي ازمة عندك خوف على شوية اضطرابات شوية عكوسات الفترة دي خايف طبعا خايف تاخد اي خطوة خايف من اي حركة تعملها انك تزود المشكلة اكتر وتغرق اكتر بص جايلك ايه تحت الكرت ده القديسة زي ما انتو عارفين وحاكي تحفظتو القديسة بتمثلي القرب من ربنا الروحانيات حلوكو يا تور لو القرية دي تنطبق عليك وفعلا بتمروا بالازمة دي اتجهوا لربنا هو الوحيد اللي هي لطم من قلبكو وهو اللي هيخراكم من المشكلة دي سلمين امنين نقرب من ربنا شوية نتعبد نحاول ان احنا ننعزل شوية مش ننعزل بس اي نفكر بهدوء كده لوحدنا وتبعدوا عن المشكلة يعني تشوفوا لو هي مثلا خناقة مع محد في الشغل يعني ايه ناخد بس بريك شوية نقيم الموضوع وزي ما قلنا نصلي بإذن الله محلولة في حد قريب منك هيقدم لك شيء والشيء ده شكله مساعدة هيساعدك وهيساعدك افتكر الموضوع ده ليه علاقة بالازمة اللي انت بتمر بها دلوقتي هيساعدك فيها هيقدم لك شيء اوكي بنية خلصة وحاجة حلوة جدا مساعدة او دعم او حتى يعني هيهون عليك ويخفف عليك المحنة اللي انت فيها دي بس هي حاجة بسيطة ان شاء الله ما هياش حاجة يعني تخوف ما تقلوش queen of tentacles ايوا بقى ايوا بقى حالة المادية فيها تطور كوي السياطور يمكن البنزين الكام عشرة سايق ولوين ربع جنيه اللي نزلت دي يمكن هتأثر معاك حالتك المادية بقى فيها تطور وحتحس انك انت في حالة راحة شوية مش رخاء بس ايه اللي عملية هتكون مريحة تطور عن اللي انت فيه اي ان كان اللي انت فيه هتحس ان انت ها طلعت شوية وكمان بيدل على انك انت شخص طيب وكريم وعندك عطاء كثير جدا وكل ما بتدي كل ما هدين اكتر انت محترف حاجة واعتقد الحلاء الحاجة دي تخص العطفقة ده فيه حيرة هنا قرارين شبه بعض قريبين من بعض قوي حيران اعمل ده ولا ولا استنى شوية ولا اعمل ايه فيه عندك حيرة الحيرة دي بقى بتمشي باحساسها بقى بتمشي باحساسك دي مش دي مش ما تتحلش بالعقل دي بالاحساس وهتحس بمشاعر جديدة ياتور لو انت محتور بين علاقتين يعني محتور بين انت مثلا او انت محتورة بين شخصين هيجيلك مشاعر جديدة هتحس بيها قوية جدا ما ينفعش ما ينفعش بتعدي من غير ما تاخد بالك او تاخد بالك هتحسوا بالمشاعر دي وده هيحسن لكم القرار ده فيه حيرة واضح اوكي وحيرة بقى حاجة ليها علاقة بقى بالمستقبل حاجة مكملة معاك فعلى ما اظن والله اعلم ان الحيرة دي زي ما قلت لكم في علاقة او حتى مش حاجة يكونوا بين شخصين مقارنة بين شخصين ممكن تكون اه انت محتور تكمل او ما تكملش محتور تتعامل ازاي هتلاقي مشاعر هتحس بيها فجأة هي اللي هتحسن لك الموضوع ده هي اللي هتدلك تتعامل ازاي وزي ما قلت لك اللي قلت الازمة اللي عندك دي حلها القرب من ربنا والصلاة عندك تغير في الحظ يا طور الحاجات اللي كانت وقفة ومتعطلة وركدة كده المية الركدة العجلة هتدور هتبتدي تدور هتبتدي الدنيا تتغير والامور الوقفة المتعطلة هتبتدي تقرب والدنيا هتبتدي تتسهل هتحس بتغير وتغير جامد التغير ده هيسبقه حاجة هيسبقه تغير فيك انت الاول فيه شيء هيتغير جواك فيه ده داف داف ده كانت قوي من الكروت القوية جدا والكروت الماجر الاساسية في الفلترون بيوحي بي موت شيء كنعايش معاك فترة طويلة جدا ممكن يكون معتقد ممكن يكون اسلوب ممكن يكون صفة حتى فيك حاجة كانت جزء منك هتموت ويحل محلها شيء تاني لما الشيء ده هيتغير جواك العجلة هتدور يمكن نقول مثلا حديك مثال للمثال وليس الحصر انه اسلوبك مثلا بدل من انت شخص مثلا مش اجتماعي قوي هتبتدي العزلة اللي انت فيها دي تختفي ويحل محلها اجتماعيا ان انت تبقى شخص اجتماعي وحابب تنزل مع الناس وتقابل زميلك في الشغل برا الشغل وتعمل علاقات اكتر فالعجلة هتدور معاك بهمين قصدي فيه تغيير هيحصل جواك انت وبرضو ده ما ينفعش ما تحسوش زي المشاعر القوية اللي هتحسها دي ما ينفعش هتعدي من غير ما تاخد بالك هتاخد بالك ايه ده انا مش جدا دي مش طبيعتي في حاجة شيء جواك هيتغير بشكل جامد strength يا طور بيقولك مواجهتك لازم تكون بعقلانية بالدبلوماسية تستعمل عقلك ما تستعملش قوتك عشان تسيطر على الحاجة اللي بتهددك دي شايفين ده اسد كارت ده اسم strength القوة قوتك بعقلك مش انك انت تنهر لقدامك او انت تهينه او انت تزعله او تزعله هو ده كده انت كسبت المطش لا المطش مش هيتكسب كده بعقله بصوا هي مروضة الاسد ازاي بعقله بتطبطب مش لازم يكون بتطبطبة يعني الشرط يكون تستعمل نفس الاسلوب انك انت بتطبع اللي حواليك لا تستعمل معهم دبلوماسيتك وزكائك وما فيش شك من قوة الحاجتين دول عندك انت منغمس بازيتك شوية يا تور شايفة حالة زي ما تقولو مش حزن بس انت واقية شوية حابب تكون مع نفسك او مركز مع نفسك قوي يمكن يكون التركيز اللي انت مركزه مع نفسك ده هيكون سبب التغيير الرهيب اللي هيحصل في حياتك ده يعني هتقعد قعدة مع نفسك وتعمل شوية تعديلات هتطلع منها بالنتيجة دي هتقول لا الوقت دي بقى خلاص انا لازم ابتدي اتغير لازم مثلا ابتدي بدل لما انا بهاجم بشدة ان انا لأ ابتدي اكون حكيم اكتر في انفعلتي بدل ما انا لأ كل ما محد يقولي تعالى مثلا انزل معانا روح معانا زمال في شغل انتو عارفين الخروجات بتاعة الشغل دي بتقرب الزمال جدا من بعض حتبتدي تنزلها هيتغير حاجة في شخصيتك جمدة جدا وبالتالي هتتغير حياتك معها هتكون اكثر سلاسة واكثر حزن ان شاء الله ارية حلوة زي ما قلتلكو يا تور لو انا صح في موضوع المحنة او الازمة اللي انت بتعادي بها دلوقتي حلها الصلاة قرب من ربنا ويدعيله وهو هيدل لك بالنسبة للحيرة اللي عندك من ناحية الحالة العطفية فدي انت هي هتتحلل وحدها هتبتدي تحس بمشاعر جديدة هي اللي هتحسملك النوقف دي القرية الاولى للقرية العامة الاولى لبورك التور اتمنى تكون القرية منطبقة ودقيقة يا رب تكون عابد صح مرسية عزق باتمنى تغير حلو فك الكعبالة ان شاء الله يا دوت طلعت ان شاء الله بإذن الله هتتفكر بإذن الله البس ده لا مش يوميا يا عمر هو بقى حسب التساهيل بس هو الخطة ان هو يوم ايوم لا وهحاول على قد مقدر ان انا ازبط الريتم ده يا سلوى يا حبيبة قلبي ويحفظك ويبارك فيكي يا حبيبتي انتي خلاص يا عليكم صح؟ طيب كويس قوي كويس قوي قوس يا ميسة قريب قوي حاضر بعد ما شفت في حاجة جواد غيرت وانا مش كده من ساعة ما شفت ايه يا حسام؟ هذي من برج التور دي مرحلة الاولى يا زينب ما تعيطيش دي مرحلة الاولى وحنقول الحالة العطفية حالا ولو فاتك القرية ولا يهمك بعد البث ما يخلص هتلاقيني بحطهولك في الصفحة جاهزة مستنياكي قوس ان شاء الله يا ميسة حاضر مرسيا مار وعشار تسلم ايدك حياتي طيب يلا نشوف الحالة العطفية اهم روضة قسود وما جبتش من عندي حاجة او الله يا بنت احنا عايشين في غابة هنا دي غابة بنروض قسود فعلا يلا هنعمل ايه فعلا كلامي كله صح مرسيا بسمة جدا صح اشكورك يا شايماء طبعا ياسيف ولا اعلم الغيبة الا الله طبعا ونعمة بالله طيب يلا نشوف الحالة العطفية اخبارها ايه يا رب تكون كويسة وانا في حد كمان طور عندي من صحابي يا رب يكون حاجة كويسة يا رب بسم الله الرحمن الرحيم يا مانا انت اللي كمان وانت وحشتيني جدا جدا مانا مانا احنا قريب انت سمعت يا رايتك ولا لا انت قريبك عملتها لايف مانا من الناس اللي كذبت معنا سمعتيها والنبي تامنيني يقوليني انت سمعتيها عشان انا ما بقيتش فاكرة انا قلتها فقاني لايف بيهم عشان خطي يقولينك سمعتيها انا بعد كده هعمل القريات على التليفون انا مش هخليها هن كل كلمة صح بس انا ايه بصلي على طول كويس جدا يا عزة حلو حلو الصلاة طبعا عندي عبادة ما فيهاش حاجة بس انا اقصد الصلاة اللي هي انك تتكلمي مع ربنا فاهمة قصدي ايه القاعدة دي اللي بتبقي خلصتي الصلاة وتقعودي كده ايه تفتحي قلبك وتتكلمي مع ربنا ده قصدي بس طبعا برافو عليكي ودعيلي معاكي دعيلي ارجع لتزم انا كمان محمد مفروض صح جدا بشكرك يا محمد اوكي يلا نشوف المجموعة الاولى لبرج تور الاراية العضفية بسم الله الرحمن الرحيم اه حيرة يا شفته عندك حيرة يا تور مفيش كلام زي اللي شفتها فعلا في الاراية الجنرال بتاعها في حيرة حيرة ده الطاقة حتى نفسها بينك وحيرة يا رب يا ترى ايه الاسباب ايه سبب الحيرة دي طيب طيب بسم الله ما شاء الله حاجة حلو جدا بصوا جميعا حيرة هي واضحة هي ايجابية طاقة ايجابية كل حاجة بس انت عايز تحسن قرار انت انت رجل في المية ورجل في الارض مش عارف تروح فين وهو قرار شكل وقرار مصيري الارض يا المية حاجتين يعني عكسة بعض فعندك قرار محتاج تحسنه نفسك انت شايف ان في حاجة غلط في العلاقة يمكن يكون خطأ حصل من شركك او خطأ منك الله اعلم بس فيه يمكن فيه حاجة غلط البرج ده معناه شيء غلط نفسك الشيء الغلط ده ينهار ويروح بقى يعني الغمة تنزح والشمس بصوا التاور عمل ازاي يعني سواد السماء سودة يعني اكيد حاجة غلط وحاجات بقى بتقع وبيت بيانهار وناس بتقع ماشربيك ونار وحريقة واكشن غير طبيعي كده لكن لازم عشان تهدى لازم يحصل الانفجار ده فانت نفسك الشيء ده الوحش ده ينهار حتى لو هيبقى فيه خسائر بس نفسك ينهار شايف شريكك ازاي؟ شايفوا هداية من ربنا شايفوا حاجة حلوة جدا بيمدك بطاقة اجابية وبيمدك بالهدوء وبيمدك بالاطمئنان بصوا بنينا وبستان يعني حاجة حلوة جدا وإيد ممدودة وحاجة منورة وكده حاجة حلوة قوي قوي انت يا تور شايف شريكك حاجة كويس اكيد شريكك شخص كويس يعني واضح ان هو شخص كويس وهو فعلا على فكرة شخص كويس شريكك عايز ايه؟ عايز يوصل للرضى نفسه يحس برضى في العلاقة شكلك انت اللي مغلبه يا تور يمكن تكون انت اللي مغلبه او هو مش عارف يوصلك ازاي نفسه يوصل لمرحلة الردى ان هو يرضيك وان هو كمان بالتالي هو هيرضى اللي لسه ما ارتبطوش الشخص ده شريك التور عايز اتباط عايز بداية عيلة جديدة اللي ارتبطوا فهو عايز العلاقة تكون صحية وعلاقة فيها ثقة وفيها فرح واحتفالات عايز يسعد عيلته جدا يعني في كلتا الحالات سواء العلاقة دي زواجها تم ولا لسه فشريكك يا تور شخص فعلا كويس او ربنا يعني ربنا يهنيكم ببعض شايفك ازاي شايفك عندك يعني انت اساس كويس قوي بذرتك كويسة البذرة كويسة بتاعت العلاقة بس هي حايز اشول يعني انا قربت افهم المشكلة يا تور شكل اندفاعك في الكلام بيوحي بقصوة او بيوحي بقلة حب ده بيجرح شريكك يمكن الله اعلم يعني يمكن اكون غلط بس لو انا صح وياريت نواجه نفسنا كده لو انا صح حاول تكون يعني كلمك يكون كويس يعني حاول انت تكون صريح شوية مع شركك وزي ما قلتلكو الطاقة بينكو طلع نزلة يوم حلوين ويوم تقلبوا على بعض يوم كويسين ويوم تقلبوا على بعض مش مستقرة الطاقة مش مستقرة صح جدا مرسيا سابرينا هنا في حالة يعني عايز اقول راحة او حالة عارفين لا حالة هدوء في حالة هدوء هتوصروا لحالة هدوء ان شاء الله في العلاقة باذن الله وفيها بقى عطاء بقى كل واحد هيدي حاجة كل واحد هيدي للتاني حاجة في هنا خير بيلكم ان شاء الله يعني واضح ان انتو الاثنين شخصيات طيبين ناس كويسين جدا باذن الله ربنا هيبعتلكم حاجة كويسة دي حاجة جاية من عند ربنا خير جاية من ربنا ان شاء الله يكون هدوء نفسي ويكون حالة يعني هيقربكم من بعض اكتر الناس اللي متجوزوش هنا في اتمام زواج في خلال شهرين الله اعلم ان شاء الله في خلال شهرين في اتمام زواج الناس اللي مرتبطين يمكن دي مشكلة مش عايزكم تخافوا يمكن تكون مشكلة وهتحتاجوا ان تحتموا بينكم حد كبير حد من العيلة اب ام اي حد وياريت هم دول الناس بس اللي يدخلوا وياريت اختاروا حد فعلا يقدر يديكوا نصيحة كويسة ويوفق ما بينكم ده حد جايب يحكم بينكم انتو الاثنين ان شاء الله تتراضوا لو كانت دي مشكلة فعلا لو ما كانتش مشكلة فهي بينكم يعني ممكن تكون مشكلة خارجية بعد الشر يعني حاجة بسيطة كده وتعدي تروح لحالها المهم ان العلاقة هتستقر بإذن الله وهتبقى زي الفن والله يصح مرسي يا سابرين حبيبتي بشكرك جدا الاسد قلنا يا محمد محمد مصطفى قلنا الاسد احمد جي معانا اهو زي ما قلتلكو احمد سليمان هتلاقوه هو حاطت صورة احمد حيني بروفايل بتاعته هو الادمن الجديد معانا رحفوا باحمد حقيقي والله مرسي يا بسمة القوس حاضر يا هادية حاضر منعنايا الجدي منعنايا يا حنان حاضر بس كبه انت لم نور يا سيف بشكرك ما قلتلش ايه رأيكو في موضوع اللعبة دي ايه ايه يا انا عليا زي بتقولي ايه يا معني مش فهمك اوكي الحامل قريب جدا قريب جدا قريب جدا يا طيب قريب جدا ان شاء الله برج الاسد زيبني انا حسب لا مبالاة طيب بص يا هبا انت عز تسألي يعني في رجوع ولا لا السؤال ده زي ما قلتلك انا بعمل اخر عشر دقيق نقوم بقى نسأل اسئلة هستفروا لا يعني بدي جدا عشر دقايق نقوم بقى نقرأ اسم وقول اسئلة نوسا بشكرك يا حبيبتي على الفيدباك الحلو ده الحمد لله القرية مضبوطة وكله تمام صح يا عسل ده انت اللي عسل يا صور جو معنا بشكرك حبيبتي قوي قوي على الفيدباك تانكيو تانكيو كلمك صح بشكرك يا احمد برسي احمد فحلت انبهار ده اعلى حاجة في الدنيا والله يا ربنا يخليهولي شفتوا بقى الكلام الحلو بقى يا رب يخليهوليك يا بسمة ويهنيكوا ببعد ويهديهولك ويهديك لي مرسي يا نوسا جدا فعلا صح جدا بجد كله بيحصل بواس الدنيا بندفاعي ربنا يفرجع من عندوي خاطرنا ويصلح الأحوال يا يا ندا انت يعني بجد بصوا الاعتراف بالحق الفضيلة فعلا انت يوصلتي لمرتبة حلوة جدا في الفضيلة انكتب بتاعترفي بخطائك وبتصححي برافو عليكي جوفورت وعتصححي ان شاء الله طيب دلوقتي لايان تانكيو حبيبة قلبي مبسوطة قويني القرية عجبتكو جد مبسوطة جدا دلوقتي حنبتدي القرية قرية المجموعة الثانية لبرج التور القرية الجنرال ترجمة نانسي قنقر